اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برمجيات الامريكي مايكروسفت ووفقا لمطار فين فان مكتب تسجيل الوصول لهذه الشركات متعطلة ويتم التعامل مع الاجراءات يدويا وافادت تقارير اعلامية بان مشاكل مايكروسفت تؤثر على شركات الطيران ووسائل الاعلام وشركات الاتصالات والبنية التحتية الحيوية عالميا واكدت الشركات المتضررة عدم وجود حل فوري للمشكلة داعية المسافرين للحضور في الوقت المحدد ومراقبة حالة الرحلات ومراقبة حالة الرحلات فيما اعلنت مايكروسفت انها تمكنت من حل المشكلة اعلن المتحدث الامني لحزب الحرية النمساوي هانز اميسبيا عن لية الحزب التفاوض مع طالبان لتسهير عمليات الترحيل الى افغانستان موضحا انه يجب تبني نهج برغماتي لابرام اتفاقية مع طالبان لقبول عوضة مواطنيهم كما يخطط الحزب لابرام اتفاق مماثل مع النظام السوري واعتبر اميسبيا ان دمشق الكبرى اصبحت امنة منذ سنوات رغم استمرار النزاع في البلاد واضاف نعلم ان السوريين المقيمين في النمسا يقضون عطلاتهم في وطنهم رغم انهم يدعون انهم متهدون هناك ويتصدر حزب الحرية استطلاعات الرأي في الانتخابات المقبلة حيث من المتوقع تصدره النتائج ومن الممكن ان يكون هربة كيكل رئيس الحزب هو المستشار النمساوي المقبل سجلت النمسا اكثر من سلاسة عشر الف طلب لجوء في النصف الاول من العام الجاري بانخفاض بنسبة اثنين واربعين بالمئة عن العام الماضي من الفترة نفسها وكانت الزيادة بسبب زيادة حالات لم الشمل ووفق الاحصاءات وزارة الداخلية تصدرت سوريا القائمة بثمانية الاف واربعمائة طلب تلتها افغانستان بالف واربعمائة طلب واكد مدير الشرطة الفيدرالية مايكل تاكاكيس ان زيادة المراقبة ادت الى تراجع كبير في نشاط التهريب في عام الفين اربعة وعشرين وتم منح اربعة عشر الف وسبعمائة اثنين وسبعين تصريح اقامة منها مايصل الى عشرة الاف حالة لجوء كاملة ساهمت حالات لم الشمل في ارتفاع نسبة النساء بين طالب اللجوء الى ستة واربعين بالمئة مقارنة بتسعة بالمئة في عام الفين اثنين وعشرين سجلت وحدة مكافحة اجرام الاحداث التابع للشرطة الاتحادية النمساوية اربعة الاف ومئتين بلاغا رسميا عن جرائم ارتجبها قاصروم واعتقلت ثلاثمائة وثمانين متهما مذ تأسيسها في مارس الفين اربعة وعشرين ووفقا للوحدة شهدت العاصمة فين نصف البلاغات والاعتقالات واكد وزير الداخلية جيهارد كارنر استمرار الحكومة في دعم هذه الجهود لحماية المواطنين حيث تركز الوحدة على مراقبة المناطق الحضرية لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز الامن وتتنوع الجرائم بين السرقة والإيذاء وتنفذ الوحدة ايضا برامج وقائية واسعة شملت اكثر من ستة الاف ومئة برنامجا استهدفت حوالي مئة واربعين الف شخص اظهرت اجابة على استفسار من النائبة داجما بالاكوفيتش المتحدثة باسم حزب الحرية النمساوي ان مكتب العمل في النمسا انفق اكثر من مئة ثمانية وعشرين مليون يورو لدعم العاطلين من الدول الثالثة وهو ما يتجاوز نصف المبلغ المخصص لدعم المواطنين الدمساويين وتم تخصيص اكثر من اثنين وسبعين مليون يورو لطالب اللجوء وثمانية فاصل خمسة مليون يورو للحصرين على الحماية الثانوية وكان اللاجئون من سوريا في مقدمة المستفدين بثلاثة وثلاثين مليون يورو تلاهم الافغان والاتراك كما احتلت صربيا وروسيا المرتبة الرابعة والخامسة وعلقت بلاكوفيتش على الارقام بانتقاد مشيرة الى ان مكتب العمل يمول الصراعات بعد ارتفاع معدلات العنف في فينة حذر وزير التعليم النمساوي مارتين بولاتشيك من ازمة تواجه النظام التعليمي بسبب اجراءات لمشة من الاسر اللاجئين واوضح ان معظم الطلاب القادمين مع عائلتهم يفتقرون الى المهارات اللغوية والاكاديمية اللازمة للاندماج في التعليم النمساوي ويجري الوزير نقاشات مع خبراء التعليم لبحث سبل مواجهة هذه التحديات ويرى ان الخطوة الاولى لدمجهم هو تعلم المهارات الاساسية التي يتم تطويرها عادة في رياض الاطفال حيث تعمل وزارة التعليم على توسيع برامج الفصول الدراسية الخاصة لمواكبة الزيادة في اعداد الطلاب وسيتم التركيز على تعلم اللغة الالمانية وقد بدأت الوزارة في اجراء تعديلات على المناهج الدراسية لملاءماتها لاحتياجات الطلاب اعلنت مدينة فينة عن تبديد برنامج فونونكسيخرون بلوس حتى نهاية العام الحالي لمساعدة المستأجرين في مواجهة تكليف المعيشة المتزايدة ويهدف البرنامج إلى منع الإخلاء عبر تقديم دعم مالي مباشر للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار وبموجب التمديد سيتم تغيير طريقة الدفع لتحويل الدعم مباشرة إلى أصحاب العقارات بدلا من المستأجرين ويشمل الدعم جميع المتأخرات في الإيجار مع شرط مشاركة المستفيدين في برامج استشارية أو خدمات أخرى وساعد البرنامج أكثر من 11300 شخص حتى الآن وأثنى عمدة فينة ميخيل لطفج على التزامه بمساعدة السكان في الأزمات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر